موسيقى حصاد لأهم ما أوردت الصحف الوطنية والعالمية أيضا اليوم الأحد مشاهدين أهلا ومرحبا بكم الحدث الأبرز الذي نستهل به حصادنا لعنوين الصحف الوطنية هو اليوم الوطني للشهيد الذي تحييه اليوم الجزائر في واحدة من هذه العنوين تصفح يومية وقت الجزائر والتي كتبت عن الموضوع وعنونت أولى مقالاتها تقول وزير المجاهدين يوضح أن اجتماعات مشتركة ستتم مع الطرف الفرنسي للبحث في ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية في الجنوب إلى ذلك عادت صحيفة الرائد في صفحتها التي تعنى بالأخبار الثقافية إلى الفيلم الجزائري معركة الجزائر والذي تم عرضه بلندن على التوالي برواق The Mosaic Rooms وجامعة الدراسات الشرقية والإفريقية وقالت الصحيفة إن العرض كان متبوعا بنقاش أكاديمي يقول خلاله أحد الباحثين المتدخلين إن معركة الجزائر لا تزال ضمن المستجدات نظرا للنزاعات بالشرق الأوسط مثلا المشابهة للوضعية الاستعمارية التي نقلتها هذه المعركة تقول الصحيفة ننتقل الآن إلى عميديا الصحف الوطنية صحيفة الشعب والتي عنونت تقول عودة المئات من الأساتذة إلى عملهم قرار ينم عن درجة عالية من المسئولية تؤكد وزيرة التربية الوطنية وقالت الصحيفة إن الوصاية قد دعت الأساتذة للتقرب من إدارات مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب تقول الصحيفة نتصفح الآن واحدة من الصحف الناطقة بالفرنسية ونذهب إلى صحيفة ديكا نيوز والتي كتبت تقول إن إدراج طب العائلة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد سيساهم في تجسيد صحة جوارية حقيقية وضفت الصحيفة نقلا لما جاء على لسان وزير القطاع وزير الصحة قالت إن مشروع القانون هذا يرد الاعتبار لمكانة ودور الطبيب العام نذهب الآن إلى صحيفة المحور حيث قالت إن وزير العمل قد كشف عن انطلاق مشروع يتعلق بتحديد المهن الشاقة في التوظيف وكذا تحديد الكفاءات الأكثر طلبا في سوق التشغيل وهذا خلال الأشهر القليلة المقبلة وضفت الصحيفة تقول إن المشروع الأول سيكون بمرافقة برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل نقرأ في المقال إلى قطاع التعليم العالي حيث شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور المحوري لمراكز البحث العلمي في بناء اقتصاد وطني قوي صحيفة المساء التي عنونت صدر صفحتها الأولى بالموضوع قالت إن الاستراتيجية الجديدة للحكومة والهدفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات تهدف إلى توثيق الصلة بين المستثمرين والباحثين وتشجيع الصناعة بما في ذلك الصناعات التحويلية الغذائية قالت صحيفة المشوار السياسي إن واردات المركبات والأجزاء المستخدمة في تركيبها محليا قد تجاوزت الملياري دولار العام الماضي وأضاف الكاتب يقول حسب بيانات مقدمة من الجمارك قال إن واردات الأجزاء المستخدمة في تجميع وتركيب السيارات قد هيمنت على القيمة الإجمالية لفاتورة الواردات في هذا المجال قبل أن نذهب إلى ما أوردته كبريات الصحف العالمية اليوم نتصفح يومية الجمهورية والتي عنونت بموضوع القضية الصحراوية وكتبت تقول الصحراء الغربية تنصفها الشرعية الدولية وتفتك الانتصارات الدبلوماسية موضوع خاصت له الصحيفة الصحيفة والجمهورية ثلاثة صفحات كاملة منها تحت عنوان تقرير المصير طريق التحرير فاصل قصير ونتابع بعضا مما كتبته كبريات الصحف العالمية الأخرى أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن قضية القدس ومقدساتها والثوابت الوطنية ستكون جوهر خطاب الرئيس محمود عباس المرتقى بهذا الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي في واحدة من الصحف العربية التي تتابع ما يحدث على الأرض صحيفة الدستور تحدثت عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التي ستخصص حول فلسطين وقالت ان اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر ما تزال متواصلة نقرأ في الصحيفة نذهب الآن إلى صحف البريطانية حيث نشرت صحيفة التليغراف البريطانية خبرا مثيرا عن مفاوضات البريكسيت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقول فيه إن الاتحاد الأوروبي قد يمنع القوات المسلحة البريطانية من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية في حال تفعيل الانفصال وقال الكاتب إن موقف الاتحاد سيكون صارما وهذا بموجب المواد القانونية المنظمة للتعاون المشترك في هذه المسألة بالذات تكتب الصحيفة لكن الكرة الإنجليزية الآن في أحسن أحوالها وتستعد صدارتها لعرش القارة العجوز من بوابة دورية أبطال أوروبا تقول العرب الدولية وقالت الصحيفة ذاتها إن دورة 16 لدورية أبطال أوروبا قد شهد تألق الأندية الإنجليزية بتسجيل 11 هدفا مع تلقي سوى هدفين اثنين في مجموعها تنقل العرب بأخبار الرياضة نأتي لطي أوراق الحصاد لهذا الأحد بداية أسبوع موفق نتمنى أهل الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر